قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتُّ... والله هذه الآية ليست فيهم هذه الآية في أهل الكتاب وفي قضية تلعطيه... وقرأوا السياق قال لك فاسألوا أهل الذكر سنف العلماء الفقاء ليست فيهم، هذه في أهل الكتاب والذكر هنا هو الكتاب الأول اتبهوا، اختطاع جعل القرآن عظيم قال لك لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ليست فيهم هذه في شأن دنيا ولا ديني في شؤون مدنيّة في الحرب والسلم شؤون حربية وشؤون سلمية وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف هذه قضايا كيف تعيش الناس؟ في حروب، في مشاكل فلان يريد أن يغزونا، الدولة فلانية، صار خيانات أشياء إذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف في السلم أو الحرب أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول شوف ما قالش إلى الله والرسول لأن هذه قضية دنيائية هذه الله ما نوجع نقف بها، انتبه شوف شوف، دقة القرآن الكريم وإلا كان يقول إيه؟ ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمري، ما قالش كده أبداً من الحاكم كان؟ من استيس رسول الله؟ طبعاً يرد إليه، هو القائد الأعلى للدولة في السلم والحرب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمري منهم إذا القضية عسكرية، اسأل إيه؟ القائد العسكري لها علاقة إيه؟ بالجيش يسأل إيه؟ العساكر قضية مدنية، اسأل المسؤول جامع الصداقات المصدق المسؤول عن أي شيء قال لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَعَلِمُوا هذا الأمر جعلوها في الفقه الحال والحرام والآن نرى مؤسسات تفخر أيها الإخوة، تفخر، تفخر بأنها بفضل الله في كذا وكذا سنة أصدرت كذا وكذا الفتوى، هذه ليست مفخرة ليست مفخرة وهدول كيف؟ ليس مفخرة، نقول لكم ليس مفخرة الصحابة كانوا يفخرون أنهم ما سألوا رسول الله أسئلة طبعاً، خلَّدها القرآن الكريم إلا بضعة عشرة مسألة ويسألونك ويسألونك ابن عباس قال هذا، قال ما سألناه إلا في بضعة عشرة مسألة يقال ثلاث عشرة مسألة فقط، تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم خطة الله التشريعية أمضوا على هينتكم كله مباح إلا ما رأيتم إشارة الحظر أمامكم مستمر أحمر كبير قليل هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي وأحل لكم ما وراء ذلكم هؤلاء المحرمات من النساء ما وراء ذلك كل حلل طريقة القرآن خلق لكم ما في الأرض جميع الأصل في الأشياء الإباحة هذا دين الله تبارك وتعالى دين حرية دين حرية، ليس دين كهانوت يا إخواني فقال لك امضي على طيّتك امضي على هينتك إذا وجدت سأل تسطب تتوقف سأل التشريع فيما عدا ذلك لا تكون مهوساً لا تكون مسكوناً بهاجس التحريم حرام حرام الآن يا إخواني طريقة الفقهاء أنا أقول لكم مخاصة في العصر الأخبر هذا طريقة الفقهاء جعلت للناس عقلية ومزاجاً علمياً معرفياً دينياً يقوم على ماذا؟ الأصل في كل شيء الحظر والتحريم لذلك المسكين إذا أراد أن يلبس خاتمه نلبسه في هذا أو في هذا شمال أو يمين حلال أو حرام؟ حلال يا أخي هذه مسألة زينة الله يكون على بعضها مسألة زينة باتدخل فيها حلال الحرام دين الله أعظم من هذا وأجاد أقول لك استنقد الله لسانك يا رجل يا رجل هذه مسألة ترفيهية تكميلية لا يمكن مسألة حلال وحرام مسألة حرام بالذات مسألة عظيمة غليظة في دين الله لا كلمة حرام كلمة مخيفة جداً هكذا أنه ما كان عنده الحق أن يحرم من تلقائه من لدني ممنوع وهو الرسول والآية تعالى بالعشرات أيضاً لكن موضوع ثاني الآن الناس ينطلقون بهذه العقلية كل شيء محرم لذلك لا بد أن أستفتيه في كل شيء يستفتون المساكين وطبعاً هذه تحوى إلى تجارة والتلفون الفقه أخذي يا أبا في المساعدة ومليارات والله العظيم وفضائياتي بتشتغل 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة بتكلم في الدين والإفتاء والحلال والحرام والمشاكل وقال ليس محقول طبعاً هذا هو التدين الشمولي الذي فهم الناس على فكرة فكرة التدين الشمولي يعني يدس يده مش حقول خشمه حاشاً إلا يدس يده هذا التدين يدس أصبعه في كل شؤون حياتك في كل مهبّة ودب فكرة بعيدة جداً من هذه القرآن الكريم قال لك يا رجل الله قال مع فرَّطنا في الكتاب من شيء وآها يا أخي ليسَ القرآن الله يخلّيك اقرأ القرآن الكتاب الذي لم يفرّط فيه من شيء هو اللوح المحفوظ يا رجل الله يخلّيك ليس القرآن اللوح المحفوظ وحتى أن قلنا هو القرآن في المقصود من الشيء هنا عاد من شؤون التشريع والتشريع القرآن يقائم على مبدأ الاقتصاد اقتصاد في التشريع واقتصاد في الاعتقاد كمان هذا دين الله بسيط وهيّن وجميل أيها الإخوة يمكن أن يُحاط به بسرعة مش دين المؤسسة مش دين المؤسسة فهذا التدين الشمولي الذي يدُس أصابعه في كل شيء من حياتك أنا أقول لك لا يجد سناده ومبرره في كتاب الله لكن يجد سناده بل أسندته في كلام من؟ وسلوك من؟ الفقهاء المؤسسين المؤسسات الفقهية الدينية المؤسسات المعنوية طبعاً وحتى المادية لكن المقصود هنا المعنى والمعنى الاجتماعي هذا هو لذا يقول لك أصدرنا كذا وكذا فتوى ألوف الفتاوى لا نحتاجها لماذا؟ كل هذا العدد الهائل المخيف من الفتاوى لأن الحياة أصبحت إياه حياة توقف نحن نحب أي واحد فينا كلنا تقريباً إياه نقود السيارات نحب أن نقود على الهايوي على الأوتوبان على الخط السريع لماذا؟ كل مئة وخمسين كيلو تطلع لك ماذا؟ تحويلة لا يوجد نحب هذه السياقة داخل البلدة تُغتعبنا جداً على المسلمين لا يوجد شيء فيها يوصل كله أزقة يتوقفون في كل الكرة يتوقفون خمسين لا يوجد ولذلك نحن معتقلون لدينا حالة جمود عقلي وجمود فكري وجمود فقهي حالة اعتقال حالة اعتقال نخاف موسيقى